مرحبا بك معنا التحالف الدولي تحدث عن صعوبات يواجهها في تدريب البيشمرقة في ظل الانقسام طبعا هذا ليس نقلا عن قناة الرشيد هناك مصادر صحافية تتحدث عن تهديد التحالف للبيشمرقة في حال لم تتوحد هذه القوات هل لديكم معلومات عن هذا الموضوع لأن السيد جبار ياور أمين عام وزارة البيشمرقة نفاها تفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنني لست عضوا في حزب الاتحاد الوطني وإنما كأستاذ جامعي تم الاتصال بي وحتى ألتقي في تلفزيونكم الموقر بالنسبة لهذا التصريح خصوصا في هذه الآوينة نتصور بأنه تصريح غير مسؤول ومشهول المصدر لأنه لا توجد أي تتصريح رسمي من قبل قوات التحالف بهذا الشأن ولكن مسألة توحيد القوات البيشمرقة القوات المسمية بقوات تابعة لاتحاد الوطني الكردستاني والقوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني هناك نية وقرار استراتيجي بالنسبة للحزبين لتوحيد هذه القوات نظرا للوضع الساخن والأمني والمشاكل الذي يدور في المنطقة ويوما بعد يوم نشهد تطورات في أرض الواقع لذلك هناك ضرورة لتوحيد هذه القوات وهناك نية جدية وقرار سياسي بهذا الشأن طيب قانون توحيد البيشمرقة هو يتم عن طريق برلمان برلمان كردستان طيب برلمان كردستان هو في الأصل منقسم كيف يتم التوافق السياسي لا توجد في هذه الدورة البرلمانية في قليل كردستان هناك تلاحم وانسجام بين الحكومة وبين البرلمان أي المجلس التشريعي ومجلس التشريعي أيضا في أي نظام سياسي عند حصول حزب ما على أغلبية الأصوات سوف تشهد هذا المجتمع أو هذا المكون السياسي استقرارا أكثر فهناك فرق باهض بين الدورة البرلمانية السابقة وهذه الدورة لإقليم كردستان بالعكس اليوم برلمان إقليم كردستان بدأ بمفاتحة الأطراف السياسية لتهيئ الأرضية السياسية حتى لكتابة الدستور والذي يعتبر النقطة الغامضة والمهمة بالنسبة للنظام القانوني في إقليم كردستان والذي يجب أن يكون لإقليم كردستان دستورا مبينا فيها الحقوق والحريات العامة للمواطنين ومبينا فيها شكل السلطة في إقليم كردستان شأنه شأن أية إقليم موجود في النظام الفيدرالي في العالم وأيضا هناك أكثر من 14 مشروع قوانين لإعادة هيكلة المسائل الضرورية في هذه المرحلة بالنسبة لإقليم كردستان بما فيها قانون محاربة الفساد قانون توحيد قوات البشمرقة وقوانين أخرى تخدم بشكل عام المواطن في إقليم كردستان يعون الله تعالى ماذا عن المناطق المتنازع عليها التي تريدون إعادة البشمرقة إليها ونوع الانتشار المفترض في تلك المناطق كاركوك بالتحديد أرضية الاتفاق لهذه المسألة تمت منذ زيارة سيد مسعود بارزاني إلى ضغدات وواقع الحال أيضا أثبت بأنه غياب قوات البشمرقة في هذه المناطق أصبحت هناك فراغ أمني وإعادة خلايا الإرهاب تنشأ في هذه المناطق وأصبحت أراضي خصبة لإعادة تنظيم تنظيم الداعش أو تنظيمات إرهابية مشابهة للتنظيم الإرهابي الداعش وذلك بسبب الاستغناء عن دفاع قوات البشمرقة في هذه المناطق وعدم ملئها بقوات أمنية وعسكرية من الجيش العراقي فأصبحت المنطقة متروكة لإعادة إنشاء الإرهاب بعد أحداث 16 أكتوبر سنة 2017 فهذه المسألة أصبحت واضحة للعيان وأهالي المناطق بأنفسهم شهدوا هذه المسألة ويرون الداعش والحركات الإرهابية وتحركاتهم في مرمر العين فهذه المسألة غير مخفية عن أهالي مناطق المتنازع عليها خصوصا المناطق الكردية التي كان يحميها قوات البشمرقة فهذه المسألة ليست خطر الآن هناك تفاهم عالي جدا بين حكومة ديقليم وبين حكومة المركز بالنسبة لهذه المسألة وتتمثل هذا التفاهم بترك هذا الفراغ الأمني في هذه المناطق لا من مصفحة الكردسة ولا من مصفحة العراق ما هو موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من دعوات تسليح العراق بمنظومة دفاع جوي وهل يمكن شمول البشمرقة في ذلك؟ إنني لا أعرف يعني اتحاد الوطني ما هي موقفهم ولكن الجيش العراقي نعم أنا سألتك أنه أنت صحيح أنه أنت حضرتك أنه بالرغم أنه أنت لاتمثل وجهة برلمانية لكنك مقرب من القرار السياسي الكردستاني لهذا سألتك كنا مرشحا للحزب الديموقراطي الكردستاني وليست الاتحاد الوطني يمكن هناك خطأ في الكتابة ولكن هذا ليس مهما بالنسبة لتسليح القوات العراقية عراق دولة ذات سيادة والقرار السيادي بيد حكام الدولة العراقية ويعني باعتبار قوات الفيشمرقة جزء من المنظومة الدفاعية للمنظومة الدفاعية بشكل عام للعراق للدولة العراقية كما هو موجود في الدستور العراقي الدائم سنة 2005 يعني من المفترض أو من العدالة أن تكون تشمل قوات الفيشمرقة من هذه الصفقات العسكرية والذي لم تشمل منذ تحويل العراق من الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية أن يتمؤون عسكرية أو رواتب لقوات الفيشمرقة وهذا ما كنا نشير إليه في الأهد السابق بأنه ما دام هناك نص دستوري تشير بأن المادة الدستورية اعتبر القوات الفيشمرقة جزء من المنظومة الدفاعية للعراق ولكن لا توجد أي تدعم لهذا الشيج وهذه القوى العسكرية التي دافع عن العراق في حرب ضد الداعش ودفع في محافظة نينوى وفي جنوب كاركوب والكل يشهد بالتضحيات الباهظة التي قدمها هذا الجيش وضحت الصورة الباحث والأكاديمي في أشان السياسي ربين سلام شكراً ضمامك معنا